أكد الرئيس عبد الفتح السيسي حرصه على خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن واشداد الرئيس السيسي على أن الهدف من وراء القانون هو حماية الأسرة المصرية لفتن لإطلاق حوار مجتمعي بهذا الشأن فعلاً إحنا كلنا حرصين على أن القانون قانون الأحوال الشخصية هيبقى قانون متوازن وموضوع جداً جداً وبعيد النظر وبعيد النظر واسمحوا لأقول لكم قص ما فيش حد ليه مصلحة إن إحنا نعمل غير كده يعني ما تفتكروش في البرلمان إنه هيبقى مثلاً الصوت ضد الموضوعية وضد التوازن إحنا في النهاية هدفنا إن إحنا نحمي الأسرة ونحمي الأبناء أو البنات من الأسرة ديت ده بس قاعدة عامة لازم تكونوا منتبهين لها أو أو بأكدها لكم ثم إحنا قلنا حنعمل نقاش مجتمع كبير قوي قوي عشان أطمنكم على إن الموضوع يخرج بالشكل اللي هو الموضوعي والمتوازن بس أريد أن أقول لكم على حالة كل صاحب قضية هيبقى ليه وجهة نظر خاصة بيه هو حسب حالته يعني النهاردة لو أنا عندي مشكلة حتبنى يعني صحب جداً أبقى أنا أبقى موضوعي ومتوازن مع نفسي صعب ويش هقول مستحيل لكن صعب إن الإنسان يبقى موضوع ومتوازن في قضية خاصة بيه وبيتلم بيتكلم عنها بيتكلم وبيدافع عن موقفه بشدة ولو أي حاجة غير كده بيبقى يستعدادوا لاستقبالها مش مسهل